محاضرة الثانية بمحاضراتنا لهذا الفضل بداية سنذكر بأهم الأفكار التي تناولناها في المحاضرة السابقة في المحاضرة السابقة تحدثنا عن أربعة أمات سوقية وهي سوق المنافسة الثامنة سوق المنافسة الاحتكارية سوق احتكار القلة وسوق الاحتكار المطلق طبعا نحن درسنا خصائص كل نوع من أنواع هذه الأسواق اليوم سوف أذكر بهذه الخصائص من خلال هذا الجدول الذي يقارب بين هذه الخصائص في كل سوق نبدأ بالخاصة الأولى وهي عدد المنشآت تحدثنا بأن المنشآت التي تعمل في سوق منافسة تامي عددها كبير جدا 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 أيضا في سوق المنافسة الاحتكارية العدد كبير ويقل العدد كلما اتجهنا باتجاه احتكار القلة الذي يتراوح العدد فيه بين منشآتين وعدد مثلا عشرين منشآتين عندما يكون العدد منشآتين نقول بأنه احتكار صنائي أما إذا كان أكثر من ذلك نقول بأنه احتكار متعدد أما في حالة الاحتكار المطلق في المنشآة وحيدة وبالتالي لا وجود منشآت منافسة من حيث نوع المنتج نلاحظ أن المنتج يكون متجانس في سوق المنافسة التامي طبعا نرن أقصد بالمنتج متجانس أي أن المنتجات متشابهة متماسلة لا يوجد أي تمييز في أي منتج وهي تشكل بدائل تامة لبعضها البعض ووجود البدائل التامة هو ما يجعل منحن الطلب على أي سلعة موجودة في السوق هو منحن طلب تام المرونة أما بالنسبة للسوق المنافسة الاحتكارية نلاحظ أن المنتج غير متجانس هنا المنشآت تحاول أن تمييز منتجاتها من خلال تحسين الجوذة أو تحسين في التغريف أو في الإعلان عن السلعة أو في غير ذلك صباح الخير أمال نضمت لألمهل صباح الخير أمال أما بالنسبة للإحتكارة القلة أيضا نجد أن المنتج غير متجانس يعني هي المنتجات تشكل بدائل ولكن هذه هي بدائل غير تامة بمعنى أن المنتجات مميزة عن بعضها البعض يمكن تمييز بين المنتجات من حيث الجودة من حيث التغريب من حيث الدعاية والإعلان من حيث الخدمات المرتبطة بتقديم السلعة بينما نلاحظ في الإحتكار المطلق أن المنتج متجانس لأنه وحيد فيما يتعلق بعوائق دخول السوق نلاحظ لا يوجد عوائق في الدخول إلى السوق أو الصروج منها في المنافسة التامة والمنافسة الإحتكارية أي منشأة ترغب بالاستثمار أو بالإنتاج في السوق تستطيع أن تنتج دون الحاجة إلى موافقات أو تشريعات أو دون ارتفاع في التكاليف يمنع دخول المنشآت إلى هذه السوق بينما نلاحظ احتكار القلة يصعب دخول المنتجين إلى السوق السلعة نتجة وجود عوائق تمنع الدخول أو خلينا نقول تقلل إذا ما كنا نقول منع تام وإنما تعيق دخول المنتجين الآخرين كعطينا مثال عليك ارتفاع نفقات الدعاية والإعلان عندما يكون هناك مثلا ثلاث منشآت موجودة في السوق وهي تحتكر السوق بشكل احتكار قلة وتنفق الكثير على الدعاية والإعلان بالتالي أي منشآة ترغب بالدخول إلى السوق عليها أن تنفق بشكل كبير على الإعلان حتى تنافس المنشآت التي هي موجودة أصلاً وبالتالي هذا سيودي إلى اتفاع تكاليف التكاليف الإنتاج بشكل كبير وبالتالي سنعتبر أن هناك عوائق أو حواجز تمنع دخول المنتجين إلى هذه السوق بالإضافة إلى حواجز أخرى متمثلة مثلاً بارتفاع مثلاً الضرائب ببعض التشريعات التي تمنع دخول المنتجين جدد يعني صعوبة منحة ترافيز أو بوجود بلاءات اختراع أو غيرها من العوائق التي تمنع دخول المنتجين أما في سوق الاحتكار المطلق نلاحظ استحالة الدخول إلا استحالة الدخول إما نتيجة لتشريعات تمنع دخول المنتجين جدد وتعطي الإنتاج لمحتكر وحيد أو إلنا نتيجة سيطرة المحتكر على الموارد اللازمة لإنتاج السلعة أو مجموعة من العوامل الأخرى التي إلنا كمثلاً انخفاض التكلفة الوسطية التي ينتج بها أحد المنتجين وبالتالي قدرته على إخراج المنتجين الآخرين من السوق إذن هذه هي أهم المقارنات بين الخصائف المتعلقة بالأسواق أنتقل إلى المعلومات حول ظروف وشروط السوق نلاحظ أن المعلومات متوفرة هنا لا نقصد فقط متوفرة في سوق المنافسة السستامة والمنافسة الاحتكارية لا يكون هناك تكلفة للحصول على المعلومات بالتالي المعلومات متوفرة سواء للمنتجين أو للمستهلكين حول الأسعار، حول الكميات، حول وجود بدائل أو عالم وجود بدائل وبالتالي هي متوفرة حيث جميع أنواع الأسواق كما يتعلق بالسعر؟ نلاحظ أن أهم ما يميز السوق المنافسة التامة بأن السعر ثابت وهو متغير خارجي يفرض عليها من السوق إذن أي منشأة تريد أن تعمل في السوق المنافسة التامة هي ستعمل عند السعر الذي يتحدث في السوق ولم تستطيع التأثير على هذا السعر لماذا لا تستطيع التأثير على السعر؟ لأن عدد المنشآت التي تقوم بالإنتاج كبير والحصة السوقية لهذه المنشآة منخفضة وأيضاً لوجود منتجات أخرى بديلة أو تشكل بدائل تامة لهذه السلعة وبالتالي المنشآة لا تستطيع أن تمارس أي تأثير على السعر فنعتبر أن المنشآت هي منشآت آخذة للسعر أو متلقية للسعر الذي يفرض عليها من السوق بينما في سوق المنافسة الاحتكالية نلاحظ أن المنشآت تستطيع أن تمارس تأثيراً محدوداً على السعر ما الذي يجعل المنشآت تمارس تأثيراً على السعر؟ هو قدرتها على تنميز منتجة لأن منتجة بنظر المستهلكين المميز إما من ناحية الجودة إما من ناحية مثلاً التغريف الإعلان وبالتالي سوف تجد مستهلكين يرغبون بدفع سعر أعلى لهذه السلعة التي تقدمها طالما أنها بنظر تحقق لهم تميز عن السلعة الموجودة في السوق طبعاً ولكن نحن قلنا أن هذا التأثير هو تأثير محدود وليس تأثير مطلق لأنه في حال ارتفع السعر عن حد معين سوف يتحول المستهلكين أيضاً بالنتيجة عن هذه السلعة إلى سلعة أخرى حتى وإن كانت بدائل أقل جودة أو أقل تفضيلاً بالنسبة للمستهلك فيما يتعلق باحتكال القلة نلاحظ أن المنشآت يزاد إليها القدرة على التحكم بالسعر ونقول عن المنشآت أحياناً بأنها تقترب من أن تكون صانعة للسعر عندما يكون هناك اتفاق فيما بينها وبالتالي عندما تكون المنشآت تتفق فيما بينها وهناك اتحاد فيما بينها فهي مثل حكينا عن اتخاذات إنتاج البن في العالم أو إنتاج الشارع أو إنتاج النصف فبالتالي هي تقترب من الاحتكار المطلق أما عندما يكون هناك منافسة فيما بينها فهي تقترب من سوق المنافسة الاحتكارية إذن لا يكون هناك اتفاق ضمني أو معلم بين المنشآت وبالتالي تستطيع أن تتحكم بالسعر ولكن غالباً إلا لا تلجأ المنشآت التي تعمل في سوق احتكار القلي إلى المنافسة من خلال السعر لأن ذلك سيؤدي إلى وجود حرب سعرية بين الأطراف يؤدي إلى خسارة الأطراف جميع وبالتالي لنا هي تسعى للتميز بتقديم منتج غير متجانس منتج مميز متج جودته أفضل قد يكون مثل ما ألمى خدمات تقدم بشكل أفضل أو خدمات مرتبطة بإنتاج السلع أما فيما يتعلق بالمنشآت التي تعمل في سوق احتكار المطلق لأنه يكون هناك منشآة وحيدة وهذه المنشآة هي تعتبر صامعة للسعر هي التي تفرض السعر الذي تراه مناسباً في أي سؤال حول السعر وكيف يختلف أو تختلف قدرة المنشآت على تسعير المنتج باختلاف نمط السوق الذي تعمل به المنشآة صباح النهور لانا لنضمت لألنا هلأ كمان لانا طيب أوكي أنتقل إلى الربح المتحقق على المدى البعيد انتظروا هلا نحن على المدى القصير إلنا درسنا الربح في السوق المنافسة التامة فقط ولم ندرس الأسواق الأخرى ولكن موجبنا بأن الربح على المدى القصير هناك ثلاثة احتمالات أمام المنشآة إما أن تحقق ربح اقتصادي وبالتالي نقول بأنها متوازنة إذا توازنت عند حجم الإنتاج الذي يحقق لها أقصى الأرباح أو يمكن أن تحقق ربح عادي ونحن شرحنا مفهوم الربح العادي إلنا عندما يكون الربح الاقتصادي صفري وبالتالي هنا المنشآة تحقق فقط الأرباح العادي أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث فهو احتمال أن تحقق المنشآة خسارة على المدى القصير وإلنا عندما تحقق المنشآة خسارة فإن هذه الخسارة تكون في أدمح ممكن إلنا على المدى القصير ممكن للمنشآة أن تحقق خسارة ومع ذلك تستمر بالعمل طالما أنها تتوقع تحقيق الربح على المدى الطويل صباح النور يارا أيضا انضمت لألنا هلأ هلأ على فكرة اليوم كثير في تأخير ما بعض من ضبط شو سبب تلاحظت كثير اليوم والطلاب متأخرين على السنة الجديدة لـ 2019 الظاهر مكلم ريح مهم؟ صحيح العامة الخير بمناسبة القدوم العام الجديد يعني هلأ شفكتوني بحالي شو طائر للطلاب اليوم متأخرين على الأخير إن شاء الله كل عام أنتوا بخير إن شاء الله هالسنة تكون سنة نجاح لألكم جميعا ويعني شفكم دوما من المتفوقين طيب أنتقل إلى الربح على المدى البعيد برجع بذكر الربح على المدى القصير إما أن يكون ربحا اقتصاديا إما أن يكون خسارة اقتصادية إما أن يكون ربح عادي بينما على المدى البعيد نلاحظ أن المنشآت التي تعمل في سوق المنافسة الثامنى تحقق الربح العادي فقط لماذا تحقق الربح العادي؟ لأن لو كانت تحقق الربح الاقتصادي أهلأ بالنسبة للمنشآت التي تحقق خسارة لو استمرت في الخسارة ستخرج من السوق أما المنشآت التي تحقق الربح الاقتصادي الربح المورد فبالتالي في وجود هذا الربح في السوق سيفجح على دخول منتجين جذر وبالتالي ستشتب حدة المنافسة وسيعود السوق إلى الربح العالي فقط هلأ بالنسبة للمنشآت التي تعمل في السوق المنافسة الاحتكارية نلاحظ أنها تحقق أرباحاً موجدة على المدى البعيد وأيضاً الأمر ذاته بالنسبة للاحتكار القلة والاحتكار المطلق أخيراً من حيث الإنفاق على الإعلام نلاحظ أنه لا يوجد إنفاق على الدعاية والإعلام في السوق المنافسة التامة لأن الإنفاق على الدعاية والإعلام يجعل السلعة مميزة عن غيره وبالتالي تصبح السلعة غير متجانفة وبالتالي هو ما يوجد في السوق المنافسة الاحتكاري واحتكار القلة حيث تسعى المنشآت إلى تنييز منتجة من خلال الدعاية والإعلان عن هذا المنتج أما بالاحتكار المطلق لا يوجد دعاية وإعلان قد يوجد ولكنه ليس ضروري طالما أن السلعة وحيدة فلن يقوم المنتج منابي الإنفاق على الإعلان لعدم وجود بدائل لهذه السلعة طبعا هذا أهم أو هذه أهم السروقات بين الأتواق أو الأنمات السوقية الأربعة التي شرحناها في المحاضرة السابقة في أي سؤال حول الأنمات السوقية؟ طبعا فيما يتعلق بالأنمات السوقية بإرجاع عيد ملاحظة هامة جدا 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 نحن درتنا الإيراد إذن درتنا الإيراد ووضع توازن المنشأة فقط في السوق المنافسة الثامنة وفقط على الأجل القصير بينما الأجل الطويل لم ندرسه أيضا لم ندرس سلوك توابع الإيراد في الأسواق الأخرى إذن المطلوب في الانتحان هو سلوك توابع الإيراد في سوق المنافسة الثامنة وفي الأجل القصير فقط في أي سؤال لحد هنا حول المقارنة بين الأسواق؟ سننتقل إلى إجراء مراجعة عامة لكامل المنهاج من خلال بعض الأسئلة التي سأطرحها عليكم والتي هي نموذج للأسئلة الانتحانية نبدأ أولا بالفصل الثاني بعض الأسئلة عليه في الانتحان تجد أسئلة مشابهة لهذه الأسئلة هذا لا يعني أن السؤال الذي يردس يأتي بالانتحان قد يكون مشابه أو على نمط الغاية من هذه الأسئلة هي تدريبكم على كيفية مجيء الأسئلة في الانتحان وبنفس الوقت نقوم بإجراء مراجعة عامة للمقرر من خلال الأسئلة سأبدأ بطرح السؤال الأول وإنكم تعطوني رقم الإجابة الصحيحة نبدأ أولا لسبب تقعر منحنة سواء نحو الأعلى نحن حكينا عن خطائص منحنة سواء بالنسبة للمستهلك إلا من أهم ما يميزه أن هذا المنحنة مقعر باتجاه الأعلى محدد باتجاه نقطة الأصل ما هو سبب تقعر المنحنة للأعلى؟ هل هو تزايد المعدل الحدي للإحلال والإبدال تناقص المعدل الحدي للإحلال ثبات المعدل الحدي للإحلال والإبدال أم غير ذلك طبعا شبه ما هو المعدل الحدي للإحلال والإبدال هو عبارة عن نسبة التبديل التي يبادل فيها المستهلك بين السلعتين وقالنا بأن نسبة التبديل هي بتمثل الميل منحنة سواء عند كل نقطة من النقاط طيب هلأ فيما يتعلق بخطائص منحنة سواء لنا خاصة الأولى هي أن منحنة سواء ثالب الميل أي أنه يتجه باتجاه الهبوط يعود ذلك إلى أن ميله ثالب نتيجة العلاقة العكسية بين الكمنيات المستهلكة من السلعة أما سبب تقعر منحنة سواء للأعلى فهو يعود إلى القيمة المطلقة للميل واللي هو معبنا عنه بالمعدل الحدي للإحلال والإبدال هل القيمة المطلقة متزايدة أم متناقصة أم ثابتة أم غير ذلك شو رأيكم ما هي الإجابة الصحيحة نيني تتذكر شو حكينا بمخاضرة المخاضرة التي تحدثنا فيها عن النظرية الحديثة في سلوك المستهلك والتي تحدثنا فيها عن المعدل الحدي في وصفه ميل منحنة سواء فيه إجابة شو لانا أمال سيبا طيب أوكي حاولوا وأنتوا تتذكروا ما بقى متذكرين شي شاكين هلأ هون هي الفكرة الأساسية لدى الطالب هلأ الطالب بكل محاضرة أنا حضرها معي أكيد أنه لما طلع منه المحاضرة يعني حس حاله أنه هو متأكد أنه المحاضرة سهلة سماء لا أنا ياريتك كبيري بالعربي لأنه ما واضح معي أبدا الكتابة التي كتبتها إذن إلا بأنه هو حس المحاضرة سهلة ولكن مع تراكم المحاضرات ينفى كتير من المستقاطي فلذلك أتمنى عليكم لما تكون ترجعوا في درسوا المادة تبدأوا بكل المحاضرة وإلا بشكل متسلسل تحاولوا تستمعوا للمحاضرة دوما بشكل بتنكيز كبير وتنتبهوا لكل تفصيل أنا حكيته ومثل ما إلنا تسجلوا بعض الملاحظات إذا كان ذلك ممكن إلنا نحن بإلنا منحنة سواء هو منحنة مقاعر نحو الأعلى عم تقول لأنا تزايد لا هو ليس تزايد هو تناقص المعبر الحبيل والإحلال والإمدال شو كل حتى تذكركم تذكروا وقتا لما كان عندنا الجذوى لو قلت لكم نسبة التبديل كان عم يبدل المستهلك مع مستهلك آخر بين السلعتين مع الذكرة شو كانوا يمكن كانوا أناني كولا وعطير بالذكار طيب أو موض وتفاح عم يبادل بيناطن المستهلك وإلنا دوما نسبة التبديل مع كل تغيير كانت تتناقص إلت لكم دوما نسبة التبديل كان بسطة واحد ومقامة في كل مرة يزداد وشبحت لكم يعني آلة بالقاستول لإذا وزعناه على واحد يأخذ نسبة أكبر من إذا أصمناها على اثنين بعدين على ثلاثة بعدين على أربع فنسبة التبديل اللي هي المعدل الحدي للإحلال والإبدال مع كل تبديل جديد كانت تتناقص وبالتالي يظهر المنحنة مقعرا باتجاه الأعلى لو كانت نسبة التبديل ثابتة لظهر المنحنة على شكل خط مستقيم أو لو كانت متزايدة لظهر المنحنة على شكل منحنة محدد إذن الإجابة الصحيحة هي تناقص المعدل الحدي للإحلال والإبدال تناقص المعدل بالقيمة المطلقة هو ما يعطي المنحنة شكل مقعر باتجاه الأعلى محدد باتجاه نقطة الأصل خلوني حتى نشوف هيكي كمان بيانيا نتبهوا معي هو ميل الزاوية شوفوا هون عند هالنقطة الميل يختلف عن هالنقطة أو هذه النقطة شوفوا الميل هون كبير عند هالنقطة الميل صار أصغر والنقطة هون الميل أكثر تمام ذكرنا هلأ عم تقول يارا ما عنده شاشة بقية عم تشوفه هلأ الصورة واضحة هلأ برافو عليكم هلأ ثلاث ساعة وأنا عم بتشرح وما أنتو ما شاكين كم الشاشة طيب رح أرجع عيد مرة ثانية طيب وين كانت وقفة الشاشة على أي هلأ طبعت الشاشة كيف حكيته من الأول وين وقفة الشاشة وقفة عند هون كان معلق يمكن بداية المحاضرة على الـ 12 نحن تقريبا ما إلا بنا شيء إلا بنا هنا الجدوى اللي حكينا في عن المقارنة بين الأسواق المنافس الثامنة المنافسة الاحتكارية احتكار القلة والاحتكار المطلق طبعا بس شرحنا الخصائف التي تميذ كل منهم بدأنا بعدين مراجعة كاملة للمنهاج بدأنا بالسؤال الأول وهو السبب تقعور منحن الـ 12 نحو الأعلى فزايد المعدل الحدي لإحلال والإبدال تناقص المعدل الحدي لإحلال والإبدال تباس المعدل الحدي أم غير ذلك إذا إلا إهنا نحن بإأن المعدل الحدي لإحلال والإبدال هو بمثل ميل منحن السواء هذا هو موقع القلة طيب هون بالنسبة للميل وجدنا بإن الميل دوماً يتناقص مع كل تبديل شوفه زاوية الميل تتناقص بالقيمة المطلقة وهو ما يجعل المنحنة مقعراً نحو الأعلى تمام له تمام يا رالانا إلى آخره من الطلاب أنتقل إلى السؤال الثاني سوف السؤال أيضاً عن شكل خيالات متعبدة أيضاً عن نظرية المستهلك بفرض أن المستهلك عند توازن سلعتين X و Y وأن سعر السلعة X انخفض ما ثبات العوامل الأخرى فإن أثر الإبدال على السلعة Y سيؤدي إلى طبعاً درجة أتذكركم بأثر الإبدال حكينا نحن بأن هناك ثلاثة آثار قمنا بدراسة وهي أثر الدخل أثر الإبدال وأثر السعر بالنسبة لأثر الدخل هنا كنا نتحدث عن الدخل الحقيقي إلنا في حالة السلعة العادية يزداد الطلب عليها مع زيادة الدخل وينقص لنصانه أما السلعة الدنيا فهي ترتبط بعلاقة عكسية مع الدخل إلنا نحن شرحنا علاقة السلعة العادية عندما يرتفع الدخل يزداد الطلب على كل من السلعتين X و Y أما بالنسبة لأثر الإبدال فإلنا أن المستهلك يبادل بين السلعتين X و Y فهو يزيد استهلاكه من السلعة التي ينخف السعره ويقلل استهلاكه من السلعة التي يرتفع سعره أما أثر السعر فهو محصلة هذين الأثرين سعر السلعة X و Y سعر السلعة X انخفضة ما الذي سيحدث للطلب على X؟ سيزداد لأن سعرها انخفض وماذا سيحدث للطلب على السلعة الأخرى سينخفض لأن دائما بالمبادلة إحدى السلعتين يزداد الطلب عليها والأخرى سنخفض نحن هنا ندوث أثر الإبدال على Y وليس على X وبالتالي كيف يبدو أثر الإبدال على Y؟ D انخفاض الكمية المشترات منها تمام؟ تمام لهون؟ سيب انتقل إلى السؤال الثلاثة تفترض نظرية المنفعة أن هدف المستهلك هو تعضيل منفعته الكلية منفعته الحدية دخله الصافي أم أرباحه الصافي؟ نظري المنفعة التي تبحث في تعظيم وضع المستهلك هل كنا نتحدث عن تعظيم المنفعة الكلية أم الحدية أم الدخل الصافي أم الأرباح الصافية؟ إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى هي تعظيم المنفعة الكلية لأن المنفعة الحدية متناقصة والدخل الصافي والأرباح لم نتحدث عنها تحدثنا عن الأرباح فقط في نظرية الإنتاج إذن هدف المستهلك هو دوما تعظيم المنفعة الكلية من استهلاكه للسلع والخدمات أنتقل إلى السؤال الأربعة ينجم دوران خط الميزانية عن ارتفاع أسعار جميع السلع بنفس النسلة؟ انخفاض أسعار جميع السلع بنفس النسلة؟ ارتفاع أو انخفاض سعر إحدى السلعتين مع سبات الدخل انخفاض الدخل مع سبات الأسعار طبعا تحدثنا نحن عن مستقيم الميزانية ولي إلنا هو مستقيم يمثل الميزانية المستهلك أي مقدار الدخل الذي ينفقه على شراء السلعتين إذا هنا يقض بعين الاتبار سعر سعري السلعتين والدخل المخصص للإنفاع ووجدنا بأن ميل مستقيم الميزانية يعبر عنه بالعلاقة النسلية بين سعري السلعتين المدروستين فيما يتعلق بحركة مستقيم الميزانية إذا ترجع وتتذكر وكان بهذا الشكل إلنا يمتاز بمجموعة من الخطائط هو ثالب الميل بسبب العلاقة العكسية بين X و Y إذن هو ينحدر إلى أسفل أيضا الميل هو عبارة عن العلاقة النسلية بين سعري السلعتين المدروستين هو يمثل PX على PY نحن منحطها دوما بالقيمة المطلقة لأنه قلنا إشاطه دوما وجبنا بأن هناك حركتين قد تظهران بالنسبة لمستقيم الميزانية الحركة الأولى هي حركة إنزياحية أي حركة إما باتجاه اليمين إنزياح نحو الأعلى عند زيادة الدخل الحقيقي أو باتجاه الأسفل أو مقتربة من المركز عند انخفاض الدخل الحقيقي الحركة الثانية هي حركة دورانية حول أحد المحاور أو حول المشورين وينجم ذلك عندما تتغير الميل بتغير العلاقة النسبية بين أسعار السلع المدروسة وبالتالي أطبع بإمكاننا أن نجيب عن السؤال ينجم دوران خط الميزانية عن ارتفاع أسعار جميع السلع بنفس النسبة انخفاض الأسعار بنفس النسبة ارتفاع أو انخفاض سعر إحدى السلعتين مع ثبات الدخل أم انخفاض الدخل مع ثبات الأسعار أي إجابة هي الإجابة الصحيحة؟ لانا عم تقول ثلاثة البقية برافو عليكم إذن صارت الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثلاثة تبه معي لأن ارتفاع أسعار سلع أو انخفاض بنفس النسبة سيحافظ على الميل وبالتالي الحركة ستكون حركة انزياحية أيضا انخفاض الدخل مع ثبات الأسعار أي أن الميل ثابت وبالتالي الحركة انتحابية أو انزياحية إذن الإجابة الصحيحة كما تحدثنا هي الإجابة الثلاثة التي تؤدي إلى تغير الميل أنتقل إلى السؤال الخمسة ينجم انزياح خط الميزاني على التوادي النخو اليمين عن ثبات الدخل الاسمي مع انخفاض كافة الأسعار انخفاض الدخل الاسمي مع انخفاض الأسعار بنسبة أكبر كل ما سبق أم غير ذلك نتقل هنا في عندي حركة انزياح أي أن العلاقة النسية بين السعرين سلعتين المدروستين تبقى ثابتة وانزياح نحو اليمين وليس اليسات أي زيادة في الدخل هل يحدث ذلك نتيجة ثبات الدخل الاسمي مع انخفاض الأسعار أم انخفاض الدخل الاسمي وانخفاض الأسعار ولكن تنخفض الأسعار بنسبة أكبر من خفاض الدخل أم كل ما سبق أم غير ذلك إذا ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق لأن ثبات الدخل الاسمي مع انخفاض الأسعار يعني زيادة في الدخل الحقيقي وأيضا انخفاض الدخل الاسمي ولكن الأسعار تنخفض بنسبة أكبر أي أن المصدر الشرائي للمستهلك تزداد وبالتالي يزداد دخله الحقيقي ومن ثم الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق أنتقل إلى السؤال 6 يُعبر في خرائط السواء عن انتقال المستهلك من مستوى منفعة إلى مستوى منفعة أعلى بالانتقال من منحنة السواء إلى منحنة السواء أعلى بالحركة على طول منحنة السواء باتجاه الشمال الشرقي من زيادة خط الميزانية باتجاه يمين أم يُعبر عنه بطريقة أخرى طبعاً هذا منحنة السواء إن هناك خارطة من منحنة السواء عندما نقول بأن مستوى المنفعة أعلى هذا يعني انتقال من منحنة السواء إلى أعلى أم حركة على المنحنة لانا عم تقول واحد البقية يارا يوم شوي المشاركة ضعيفة صيبة 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 عم تسمعيني صيبة على ما يبدو في عندها مشكلة طيب إذن الإجابة الصحيحة هي إجابة زميلتكم لنا والتي هي انتقال من منحنة السواء إلى منحنة سواء أعلى طبعاً قلنا نحن الحركة على نفس منحنة السواء لا تعني ليادة المنفعة سواء كانت انتجاه اليمين أو اليسار لأنه قلنا من تهريف منحنة السواء جميع التراكيب الموجودة عليه تحقق للمستهلك المستوى ذاته من الإشباع أو المنفعة وبالتالي الانتقال من منحنة سواء إلى منحنة أعلى يعني أن منفعة المستهلك ازدادت أما الانتقال إلى منحنة أدنى يعني أن المنفعة مستوى في أي سؤال لحد هون حول خرائط السواء طيب أنتقل إلى سؤال جديد تعود عدم إمكانية تقاطع منحنة السواء إلى فرضية عدم الإشباع الكامل فرضية التعدي في ترتيب المستهلك لخياراته تساوي الميل عبر كل منحنيات السواء أم سبب آخر إذا تذكروا نحن حكينا عن خصائص منحنيات السواء وإلنا بأنها تتمتع بمجموعة من الخصائص إلنا بأن القابة الأولى هي أن إشارة الميل ثالبة للمنحنة ينحدر من أعلى إلى أسفل حكينا أيضا عن تناقص القيمة المطلقة للميل اللي هو المعدل الحدي للإحلال والإندال وهو ما يعطي المنحنة شكل مقعر باتجاه الأعلى أيضا إلنا بأن هناك خارطة من منحنيات السواء وإلنا الخاصة الأخيرة هي أن المنحنيات متوازية وغير متقاطعة إذا تذكروا لما شرحنا عن خاصية عدم التقاطع استرضنا بأن المنحنيين متقاطعين طبعا هون إلنا إذا كانت عندي تركيب A طبعا هون المنحنة أكيد بدي تكون منحنة مقعر باتجاه الأعلى وليس معنش بالرسم والتركيب لنفطر B والتركيب C إلنا بما أن A و C تقعان على نفس المنحنة فهما تحقيقان للمستهلك الإشفاع ذاته B و C تقعان على منحنة آخر تحقيقان له نفس المستوى من الإشفاع ولكن A تساوي C و B تساوي C هذا يعني أن A تساوي B وبالتالي بما أنه لا يقعان على نفس المنحنة الفرضية الخاطئة إذا ماذا استخدمنا في دراسة عدم إمكانية تقاطع منحنيات السواء؟ أي خاصة استخدمناها؟ استخدمنا الخاصة الثانية وهي فرضية التعدي في ترتيب المستهلك لخياراته إلنا إذا A تساوي C و B تساوي C هذا يعني أن A تساوي B تمام؟ تمام لانا أمل شو لأ واحد؟ أمل فقط قبل التعليم شو لأ اود حسنا أنتقل إلى سؤال 8 بفرض ثبات بقية العوامل يودي ارتفاع كافة أسعار السلع في الفضاء المستهدف وبنفس النسبة إلى تغير في العلاقة النسبية إلى مزياح خط الميزانية على التوازي باتجاه اليسار ونحو الأسفل إلى دوران خط الميزانية أم أثر آخر ده هون الأسعار ترتفع ولكن بنفس النسبة فالحركة هنا هل هي حركة دورانية أم مزياحية؟ بالتأكيد بمأنى النسبة ثابتة فالحركة هي مزياحية ولكن الآن نرى هل الانزياح باتجاه اليمين أم باتجاه اليسار؟ لاحظوا ارتفعت الأسعار وبالتالي القدرة الشرائية خطت والانزياح هو باتجاه اليسار إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة 2 انزياح خط الميزانية باتجاه اليسار نحو الأسفل وليست حركة دورانية أيضا لا تؤدي لا تغير العلاقة النسبية لأنه إلا نحن الارتفاع يحدث بنفس النسبة إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية طيب أنتقل إلى السؤال التسعة زبوط الله أي فكرة ما نواضحة أو فيه أي استخدار حوله مباشرة تسألوني نحن هو الهدف أنه تعملوا مراجعة عامة للمادة أي فكرة ما واضحة أو فيه غموض مباشرة بإمكانكم تسألوني نبدأ بالسؤال التاسع بفرض ثبات بقية العوامل يؤدي ارتفاع الدخل الإسمي للمستهلك إلى انزياح خط الميزاني باتجاه اليمين والأعلى انزياح خط الميزاني على التوادي باتجاه اليسار والأسفل دوران خط الميزاني أم أثر آخر سبقوا مع العوامل الثابتة دخل الإسمي يزداد طبعا يعني ذلك ثبات العوامل أن الأسعار تبقى ثابتة وبالتالي العلاقة النسبية بين سعرين سلعتين المدوستين تبقى ثابتة ثبات الميل يعني أن الحركة إنزياحية وليس الدورانية وبالتالي يستبعد الإجابة الثابتة هل نقول الحركة إنزياحية هل هي حركة إنزياحية باتجاه اليمين أم الياسات طبعا هذا يحدده المعطيات في النصر ارتفاع الدخل الإسمي إذن هون الدخل الإسمي زاد زاد ذاتب مثلا والأثقار بقيت على ما هي عليه وبالتالي سينزاح مستقيم الميزانية باتجاه اليمين والأعلى تمام لو كانت انخفاض في الدخل الإسمي كانت جواب إنزياح باتجاه اليسار والأثقار طيب أنتقل إلى سؤال جديد بفرض ثبات بقية العوامل أيضا يؤدي ارتفاع الدخل الحقيقي للمستهلك إلى دوران مستقيم الميزانية إنزياح مستقيم الميزانية على توازد اتجاه اليمين إنزياح مستقيم الميزانية على توازد اتجاه اليسار أم أثر آخر شو رأيكم شو هي الإجابة الصحيحة شو هي الإجابة الصحيحة لاحظوا هون عم نقول الدخل الحقيقي يزداد العلاقة النسطية لم نتحدث عنها معنى ذلك إنها بقية ثابتة وبالتالي ثبات العلاقة النسطية يؤدي إلى أن الحركة هي حركة انزياحية وليس الدورانية لاحظوا الدخل الحقيقي يزداد كيف يعبر عنه يعبر عنه بالانزياح مستقيم الميزانية على توازد اتجاه اليمين إذن برافو الإجابة الصحيحة هي باتجاه اليمين طيب أنتقل إلى سؤال جديد السؤال 11 يرتفع الدخل الحقيقي للمستهلك عبره ارتفاع الدخل الاسمي مع بقاء الأسعار الثالثة أم ثبات الدخل الاسمي مع انخفاض كافة الأسعار أم انخفاض الدخل الاسمي مع انخفاض الأسعار بنسبة أعلى أم كل ما تبط إذن الإجابة الصحيحة مثل ما جاوبوا زملائكم اللي هي كل ما تبط لأن ارتفاع الدخل الاسمي مع بقاء الأسعار يعني زيادة القدرة الشرائية للمستهلك وزيادة الدخل الحقيقي نفس الأمر ثبات الدخل الاسمي مع انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي زيادة الدخل الحقيقي أيضا انخفاض الدخل الاسمي ولكن الأسعار انخفضت بنسبة أكبر من نسبة الانخفاض في الدخل بالمحصلة تزداد القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي نقول لأن الدخل الحقيقي يزداد إذن الإجابة الصحيحة هي كل ما صح كيف الأسعار بالنسبة لألفن صعبة أو سهلة؟ كيف شايفين الأسعار صعبة أو سهلة؟ طبايا شباب ما في حالة مصمص يعني صريحين بالتالي نقول لك أنتو كيفين أصعب لأنهم لم يعملون مراجعة على المابدة لو أنهم مراجعين المابدة ودارسين كل محاضرة بمحاضرتها كنتو بتذكروا بشكل أفضل بشكل أفضل المابدة طبا أيضا مدخلت معنا مرة ثانية؟ أوكي طيب هلا أوكي ما في مشكلة نرجع لسؤال الاثماش الدخل المخصص للإنفاق يساوي 500 ليرة سعر وحدة الملابس 100 سعر وحدة الغذاء 50 فعدد الوحدات التي تحقق شرط الميزانية شو هو شرط الميزانية؟ هو أن الدخل يساوي سعر السلعة الأولى مضروبا ضرب X زائد PY مضروب BY إذن يجب أن يساوي تماما الدخل عند أي قيمة يتحقق هذا الشرط هل عند ثلاث وحدات ملابس وأربعة غذاء؟ خمسة ملابس وثلاثة غذاء؟ واحد ملابس وعشرة غذاء؟ مغير ذلك فنلاحظوا الدخل المخصص للإنفاق هو عبارة عن 500 أسعار السلع هي عبارة عن 100 للسلعة الأولى و50 للسلعة الثانية إذن 100X زائد 50Y متى تتحقق هذه العلاقة؟ مجرد طبعا نحن الأرقام لما نجرب من شط 3 ضرب 100 بيتلع عندي 300 زائد أربعة ضرب 50 بيتلع عندي 200 إذن 200 زائد 300 بيتلع عندي يساوي 500 والإجابة الأولى صحيح؟ خينا نجرب الإجابة الثانية خمس وحدات ملابس يعني خمسة ضرب 100 500 زائد ثلاثة غذاء ثلاثة ضرب 50 150 بيتلع عندي 650 وبالتالي هو لا يساوي 500 أكبر من نزانية المستهلة أما الإجابة الثالثة واحد ملابس يعني 100 و10 وحدات غذاء 500 400 وبالتالي أيضا هو أكبر من الدخل المخصص للنصاب إذن العلاقة صحيحة فقط عند الخيار الأول أنتقل إلى السؤال 13 واحدة فقط من العبارات هي الصحيحة والعبارات البقية هي عبارات خاطئة تكون المنفع الكلية ثالي بعد حد الإجباع المنفع الحدي للسلعة المستهلة متزايدة لا تتأثر منفع السلعة بوجود سلعة أخرى لأن منافع السلعة مستقلة عن بعضها المنافع المكتسبة للاستهلاك الوحدات المتزالية من السلعة تقل تدريجيا يلا فكروا لي به السؤال شو رأيكم شو هي الإجابة الصحيحة بدي الكل يفكر بها السؤال أنه فعلا هو يحتاج إلى تذكير يلا يا راسبة تسأل زميلتكم ما يعني استهلاك الوحدات المتتالية من السلعة نحن لما نشرب كاسة المي الأولى كاسة المي الثانية الثالثة الرابعة هذا يعني استهلاك وحدات متتالية نحن لما درسنا المنفع دوما كنا نفترض أن المستهلك نفترض فرديات ورجعوا أسمعوا المحاضرة أنا حكيتها قلت بأن السلعة قابلة لإستخداء إلى وحدات متماسلة وبالتالي الوحدات متماسلة تشبه بعض البعض وحكيت بأن هذه الوحدات الصغيرة لأعطي المستهلك منها عدد من الوحدات أقدر أحسب المنفعة من استهلاك كل وحدة لتمنينها المنفع الحدية إذن المنافع المكتسبة من استهلاك الوحدات المتتالية أو ما يعمي المنفع الحدية تقل تدريجياً إذن ما صار الخيار الصحيح؟ الخيار الصحيح مثل ما قالت زميلتكم صيبة هو الخيار الزعبع لا، ليس الأول يا يارا، هلأ أحقلكم لماذا ما الأول؟ نصبه معي، بالنسبة لأول تكون المنفع الكلية ثاليب بعد حد الإشباع نحن درما المنفع ليس لئم تكون ثاليباً هناك أيضا عادة خلال كنفاذ استهلاك والطنؤس نصبه معي، أنا قلت المنفع الكلية تتناقص بعد حد الإشباع، لا تكون ثاليباً المنفع الحدية هي ما تكون ثاليب بعد حد الإشباع تمام؟ نتوقع بين المنفع الكلية والحدية إذا المنفع دوما حتى رسمتها بهذا الشكل الموجب تصل إلى أعظم قيمة ثم تتناقص لكن لا ألس أنها تكون سالبة السالبة هي المنفع الحدية التي تتناقص بعد حد معين هو حد الإشباع والتي تقابل أعظم قيمة على المنفع الكلية إذا المنفع الكلية تكون موجب دوما ولكن تتناقص بعد حد الإشباع بينما المنفع الكلية تصبح ثالبة بعد حد الإشباع عند حد الإشباع بالساوي الصفر ثم تصبح ثالبة إذا الإجابة الأولى خافية إجابة الثانية المنفع الحدي للسلعة المستهلكة متزايدة أكيد خطأ لنقولنا نحن دوما المنافع الحدي للسلعة متناقصة وليست متزايدة ورسمناها بهذا الشكل دوماً نحن لما نكون عطشانين أو جوعانين اللئمة الأولى إذا جوعانين بتكون منفعته أكبر من الثاني الثاني أكبر من الثالث وهكذا كل ما استهلتنا أكثر تناقصة المنفع الحقيقي أيضاً لا تتأثر المنفع بوجود سلعة أخرى لأن المنافع مستقلة إلنا خطر لأنه قلنا نحن السلعة منافعة ليست مستقلة وجود سلعتين مكملتين لبعضهم لبعض ليعطيني منفعة من استهلافهم معاً أكبر من منفعة كل منهما إذا تذكروا شغحت لكم مثال عن الكمبيوتر المحمول مثلاً والخط الأرضي لنحن إذا جمعناهم مع بعض ممكن نخطل على منفعة أكبر متمثلة بالوصول إلى شبكة الإنترنت إذن بإعلانا الجواب الأخير المنافع المكتسبة من استهلاف الوحدات المتتالية أو ما يعني المنفعة الحدية تقل تدريجياً هذا الأمر صحيح إذن كلما اتهلكنا أكثر كلما انخفضت المنفعة الحدية من استهلاف السلعة تماماً؟ ننتقل إلى صفل الثالث نظرية الطلب هناك بعض التمارين حوله نبدأ بالتمرين الأول إذا أدى ارتفاع سعر سلعة إلى مخفاض الكمية المطلوبة من سلعة أخرى فإن السلعتين توصفان بأنهما متكاملتين بديلتين متجانستين أم أخرى سبقوا معي سلعة ارتفع سعره فانخفض الكمية المطلوبة من السلعة الأطلية العلاقة هنا هي علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعر سلعة أخرى هل السلعتين متكاملتين أم بديلتين أم متجانستين أم علاقة أخرى هلأ معظمكم جاوبني لأن السلعتين بديلتين طبعا الإجابة الخاطئة لأنه أنا إذا بترجعب تتذكروا العلاقة هي علاقة عكسية بين السعر والكمية في حالة الطلاب إلا نحنا السلعة الأطلية مثل مكملة لما قلت لكم رفقات دوما العلاقة بين السعر والكمية هي علاقة عكسية بينما البديلة هي علاقة ترضيئة وحلينا أكثر من نسان عن ذلك إذا نرجع بعيد العلاقة بينهما هي علاقة تتامل لأن العلاقة بين سعر السلعة المكملة والطلب على السلعة الأطلية هي علاقة عكسية طب أنتقل إلى السؤال 2 إذا أدى انخفاض 8 سلعة ما بمقدار 4 وحدات نقدية إلى زيادة الكمية المطلوبة منها المقدار 8 وحدات فمعنى ذلك أن مرونة الطلب عليها بالساوي نصف مرونة الطلب عليها بالساوي اثنين مرونة الطلب عليها أكبر من الواحد وأقل من الاثنين أم لا شيئا مناسبة مرونة الطلب عليها بالساوي مرونة الطلب عليها بالسؤال مرونة الطلب عليها بالسؤال يحتاج إلى تركيز كثير ويمكن يدي إلى وفق خطأ لدى الطالب مرونة الطلب عليها بالسؤال يحتاج إلى تغير نسبي في الكمية كنسبة مئوية على تغير نسبي في السعر لحساب مرونة الطلب السعرية هذه المعطلة ليس لديها لا يوجد أرقام ثابقة لماذا؟ لدينا تغير نسبي في الكمية ماذا يعني؟ الكمية الجديدة نائب الكمية الأديمة على الكمية الأديمة انا عندي التغير بالكمية وهو من وحدات ولكن ما عندي الكمية القبل ولا الكمية البعض لا أقدر أحسب وبالتالي هنا التغيرات المحسوبة هي تغيرات مطلقة وليس بنسبية شوفوا بمقدار أربع وحدات وليس بنسبة أربع وحدات إذن المعلومات هنا هي معلومات غير كافية لذلك الإجابة هي لا شيئا مناسبة ما بقدر أنا أحسب المرونة مثلا عندي تغيرات مطلقة تمام؟ ثم الفكرة انتقل إلى سؤال جديد تتزايد مرونة الطلب على السلعة كلما كانت السلعة ضرورية للمستهلك كلما زاد نصيبة من دخل المستهلك كلما خفض ثمن السلعة كلما زادت درجة تكامل السلعة مع السلعة الأخرى شو رأيكم؟ مشنا حكينا عن هذا لما درسنا ما هي العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية وإلنا العوامل المؤثرة هي مدى أهمية أو ضرورة السلعة كلما كانت السلعة ضرورية كلما كانت المرونة أقل والعكس صحيح كلما كانت الكمالية كلما كانت المرونة أكبر حكينا أيضا عن حصة السلعة من دخل المستهلك أو سعر السلعة كلما كان سعر السلعة مرتفع وتشكل حصة أكبر من دخل المستهلك كلما كان مرونة الطلب عليها أكبر والعكس صحيح كلما كان سعرها منخفض أو حصة من الدخل منخفضة وعطينا مثال الملح كلما كان مرونة الطلب أقل أيضا إلنا مدى توفر بدائل كلما كانت البدائل متوفرة بشكل أكبر كانت مرونة الطلب أكثر وكلما كانت السلعة متكامنة مع السلعة الأخرى كلما كانت المرونة أقل فالانسلاف من اللي شرحته أي إجابة صادتي الإجابة الصحيحة؟ إذن عم سؤول زميدتكم يارا عفوا معتزر الإجابة الصحيحة هي الإجابة ثلاثة شو رأيكم؟ شكرا يارا شو رأيكم صبايا؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة ثنين هلأ أنا حكيتها إلت كلما كانت السلعة ضرورية كانت المرونة أقل وبالتالي المرونة تصبح ضعيفة كلما انخفض الثمن السلعة وعطيتكم المثال الملح إلت بتشكل حصة صغيرة من دخل المستهلك وبالتالي المكسر يتأثر بتغيرات السعر يعني حتى لو خفض الكمية تخفضها بمقدار أقل من مقدار ارتفاع السعر لأنها بالأصل لا تشكل إلا نسبة ضئيلة أو حصة ضئيلة من دخل المستهلك على حس السلعة اللي بيكون سعرها مرتفع واللي هي بتحجز حصة كبيرة من الدخل بالتالي مرونة الطلب عليها بيكون أكبر لأنه المستهلك لا يستطيع أن يحجز لها حصة أكبر من الدخل فيضحك عند دائلة أيضا كلما زادت درجة تكامل السلع بتقل مرونة الطلب وليس تزاد إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية طيب أنتقل إلى سؤال جديد اللي هو السؤال الأربعة إذا كان الطلب على السلعة غير مرن فإن الارتفاع في السعر سيؤثر على ما ينفقه المستهلك اللي هو بالنسبة النتيجة الإيراد بالنسبة للمنتج بزيادة بالانخفاض بعدم الصغير أم لا شيئا ما سبق شوفوا إلنا نحن هون عم نسأل عن علاقة الإيراد بالمرونة أو علاقة الإنفاق بالمرونة وإلنا الإنفاق علاقته بالمرونة هي مشابهة لعلاقة الإيراد بالمرونة وإلنا أن علاقة الإيراد بالمرونة تختلف باختلاف مرونة الطلب على السلعة عندما يكون الطلب على السلعة غير مرن فالإيراد يتبع بتغيرات السعر يزداد بزيادته وينخفض من خفاضه أما عندما يكون مرنا فهو يعاكس السعر يرتفع بانخفاضه وينخفض بالزيابة طيب هلأ الطلب على السلعة غير مرن كيف سيتأثر الإنفاق هل سيزداد أم سينخفض أم سيبقى ثابت أم غير ذلك شو رأيكم الإجابة الصحيحة هي لا نعم تقول اثنين طيب هلأ أتلكون أنا إذا كانوا صلب على السلعة غير مرن في الإيراد يتبع للسعر سعر شو صار فيهم ارتفع شو بيصير بالانفاق بده يزيد الانفاق ولن ينخفض الانفاق يعني أنا مثلا عم بانفق على الدواء اللي هو دواء ضروري جدا وليما يستغني عنه للدواء الضروري طيب هلأ معنى ذلك إذا كانت مثلا أعلبت الدواء أو خلينا نقول ليس صلب المرونة يعني دواء ضروري أو خلينا نقول خبز طيب هلأ ممكن ينخفض الخبز مع ارتفاع سعره ولكن ينخفض بمثلة أقل من نسبة الارتفاع في السعر وبالتالي ما ينفقه المستهلكون على هذه السلعة فيزداد لأنه ما يقدر لخفضه من الكمية كثير لأنه الطلب عليها غير مرن لذلك إلا نحن في المنشآت التي تنتج سلع الطلب عليها غير مرن من مطلحة أن تقوم لزيادة السعر لزيادة الإيراد وعطيتكم مثال عنا الأدوية والأطباء لأننا نحن دوما نطلب عليهم طلب على سلعهم أو على الخدمات غير مرن بالتالي من مطلحتهم أن يقوموا بزيادة السعر لزيادة إيراداتهم نفط الأمر لزيادة الإنفاق بالنسبة للمستهلك تمام؟ ننتقل إلى السؤال 5 إذا أدى اتفاع دخلي لمستهلك بنسبة 20% تقوموا هنا النسبة إذا موضع نسبة فجهزة المعلومات إلى اتفاع في الكمية المطلوبة من لحمة الدجاج بنسبة 10% فإن مرونة مرونة الطلب السعرية بتساوي ناقص 0.5% مرونة الطلب السعرية على لحمة الدجاج بتساوي 2% مرونة الطلب الدخلية على لحمة الدجاج بتساوي 0.5% مرونة الطلب الدخلية على لحمة الدجاج بتساوي ناقص 0.2% أي إجابة هي الإجابة الصحيحة 0.3% هلأ أمل ويارا عنقوله الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثلاثة وهي الإجابة الصحيحة نتبهوا معي إذن هنا أحتاج إلى المرونة لحساب المرونة نحتاج إلى التغير النسبي في الكمية على التغير النسبي في دخل المستهلك طيب التغير النسبي في الكمية ماذا يساوي 10% على 20 يعني يطلع عندي يساوي 0.5 والإشارة موجد إذن من المعلومات الواردة في نص النسألة أصبحت المرونة الداخلية هي 0.5% وبالإشارة الموجبة ارتفع الدخل فارتفعت الكمية هلأ انتبهوا معي المباشرة نحن فينا نحضف إجابة هلأ الإجابة الأولى والثانية منحضفهم ليش لأنه نحن ما عم نحكي عن نرونة سعرية نحن عم نحكي عن نرونة دخلية لأنه الدخل ارتفع فارتفعت الكمية طيب معنى ذلك أن الإجابة هي أحد الإجابتين ثلاثة وأربعة شوفوا بدون أحصم أنا دين حدد الإجابة ارتفعت الدخل فارتفعت الكمية أي أن السلعة هي سلعة عادية ترتبط بعلاقة ترضية مع الدخل وبالتالي قيمة المرونة موجبة لحظة طلب الثالث مرونة موجبة طلب زابع مرونة ثالبة معنى ذلك أن الإجابة الصحيحة هي الإجابة ثلاثة تمام إذا أحيانا في بعض الأحيان التفكير أو التحليل المنطقي يخليك تحصم أو تتوصل للنفيجة بدون حساب رقم في بعض الأحيان أحيانا في مسائل تحتاج أنك تحصم بدقة القيمة سأنتقل إلى السؤال ستة إذا نجحت مؤسفة الخطوط الحديدية في زيادة إيراداتها برفع سعر تستفر على خطوطها إذا رفعت السعر ومع ذلك إيراداتها زادت فإن ذلك يمكن تستيره فإن الطلب على السلعة مرن الطلب على السلعة غير مرن الطلب تام المرونة أم غير ذلك شو رأيكم إلا بأن الإيرادة نتفع مع تفاع السعر هل يكون الطلب على السلعة مرن أم غير مرن أم مطلق المرونة شوفوا خطوطا لأيش أنا هلأ بإزعال منكم هلأ كنت عم بشرحوه إذن الطلب على السلعة هو طلب غير مرن فالإيراد يتحرك باتجاه السعر عند رفع السعر سوف تزداد الإيراد أو إذا كنا نحكي عن إنفاق بالنسبة للمستهلك سيزداد ننتقل إلى سؤال جديد تتجه المؤسسة العامة للإستصالات إلى تقفيد أجور المكالمات الخارجية بعد الساعة 11 مساء فإذا وجد أن هذا الإجراء يزيد الإيرادات الكلية إذا انخفضت السعر فزاد الإيراد هل يعني ذلك أما الطلب مرن أم غير مرن أم أنه مطلق المرونة أم غير ذلك إنخفاض السعر أدى إلى زيادة الإيرادات يعني ذلك أما الطلب على السلعة مرن أم غير مرن معاكف للمثال اللي هلأ عطينا بالأبل إذن هذا يعني أن الطلب على السرعة هو طلب مرن إلا عندما يكون الطلب على السلعة مرن كما في حالة حكينا نحن عن الوكالات التي تقوم بالتقفيدات في نهاية المواسم ومع ذلك نلاحظ بأن إيراداتها تزداد لأنها تستطيع أن تبيع كمية أكبر إذن عندما يكون الطلب على السلعة مرنة فإن من مطلحة المنشأة أن تقوم بتقفيد السعر لأن تقفيد السعر سيؤدي لزيادة الإيرادات أنتقل إلى السؤال الثماني كلما ضعفت مرونة الطلب اقترب منحنى الطلب من شكل الخط الأفقي الشاقولي الأفقي أو الشاقولي أم آخر طبعا نحن حكينا عن أشكال منحنيات الطلب وإلنا في عندي الأشكال المميزة إما منحنى شاقولي أو منحنى أفقي أو منحنى متوازن البغض أو أنه يميل إلى أحد المحاور أكثر من المحاور الأخرى من المحور الآخر إلنا كلما المنحنى كان أفقيا هذا يعني أنه تام المرونة أما عندما يكون المنحنى شاقولي هذا يعني بأنه عديم المرونة أو صلب المرونة لأنه إن الكمية تبقى ثابتة كلما تغير السعر طبعا عندما يكون متوازن المين هذا يعني بأنه أحادي المرونة المرونة بتساوي الواحد دعني الشكلين الآخرين لاحظوا هذا أقرب إلى الخط الأفقي وبالتالي هو أقرب إلى ثام المرونة هنا أقرب إلى الشاقول وبالتالي هو أقرب إلى الخط إلى عديم المرونة إذن كلما ضعفت مرونة الطلاب كلما ضعفت كلما اقترب من شكل الخط الشاقولي لهو عديم المرونة وكلما زادت مرونة الطلاب كلما اقترب من الخط الأفقي اللي هو تام من مرونة إذن الإجابة الصحيحة شو صارت؟ الإجابة الصحيحة هي كلما ضعفت مرونة الطلاب اقترب المنحنى من شكل المنحنى الشاقولي أنتقل إلى السؤال 9 بفرص ثبات بقية العوامل إذا أدى ارتفاع فعر أحد أنواع الجبنة بنسبة 10% إذا ارتفاع الكمية المطلوبة منها بنسبة 15% فإن الطلاب على هذا النوع من الجبنة يوصف لأنه تام من المرونة تام من الصلابة ضعيف المرونة أما للنسبة شو رأيكم؟ أيضا هون تلاحظوا عندي نسب مئوية اللي هي 10% و 15% لكمية لا أحسن أنا المرونة تحط التغير النسبة في السعر في الكمية على التغير النسبة في السعر يعني 15% على 10% ويطلع عندي 1.5 لما بيطلع عندي 1.5 كيف يمكن تفتيره قيمة معامل المرونة بالقيمة المطلقة هي أكبر من الواحد لأن مرونة سعرية الشارطة دوما سالدة ينخفض السعر فتزداد الكمية وبالتالي العلاقة بينهما هي علاقة عكسية إذن قيمة معامل المرونة هي 1.5 وهي أكبر من الواحد وبالتالي المنحنة هل هو تام المرونة تام مصطلع بضعيف المرونة أما للنسبة أو ذي الطلب وليسا من المنحنة شو رأيكم؟ لما تكون قيمة معامل المرونة أكبر من الواحد لما تكون قيمة هي عبارة عن 1.5 أكبر من الواحد هذا يعني أن الطلب تام المرونة معقولة طلب تام المرونة تام المرونة تكون قيمة الأنهائية إذن الطلب على السلعة هو طلب مرن نسبيا لأن معامل النرونة أكبر من الواحد وأقل من اللانهائي تمام؟ تمام يا طبايا تامتبار اليوم مخاضرة بس لوجود الطبايا طب أنتقل إلى سؤال جديد إذا رتفعت السلعة بديلة لأن ارتفاعه يؤدي إلى مخفاض الطلب على السلعة الأصلية زيادة الطلب على السلعة الأصلية لا يؤثر على الطلب على السلعة الأصلية أم غير ذلك إذن مثل ما قالت زميلتكم رتفاع سعر سلعة بديلة يؤدي إلى زيادة اللونة على السلعة الأصلية لأن العلاقة بين سعر السلعة البديلة والتلب على السلعة الأصلية هي علاقة فضرية فعنده ارتفاع سعر سلعة إليه سيؤدي ذالك إليون زيادة الضب على السلعة الأصلية تمام требует المجموعة من نسابيع الفصلة الصحية والخطاء لأمني سأطرح السؤال وأنتم جاوموني الإجابة الصحيحة يزيد الطلب على السلعة ما إذا ارتفع سعر السلعة مكملة لها حام خطأ شوفوا هون عندي عمقول أنا مكملة وبالعلاقة هنا ظهرت علاقة ترضية هل هذا الأمر صحيح أم خاطئ إذن مثل ما قالت لنا الإجابة خاطئة لأنه لو كانت السلعة مكملة يجب أن تكون العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة الأخرى هي علاقة عكسية ننتقل إلى السؤال الثاني تكون السلعتين سين وعين مكملتين إذا أدت سعر إحدهما إلى زيادة طلب على الأخرى صح أم خطأ أيضا هلأ بس عندي لانا ويارا عمي شارك والبقية صبا كمان خطأ براو لأنه العلاقة هنا هي يجب أن تكون علاقة عكسية وليس طردية فإذا كانت السلعتين بديلتين فإن ارتفاع سعر إحدهما يؤدي لانخفاض الطلب على الأخرى صح أم خطأ لا ما عم تقول خطأ يارا خطأ أيضا إذن معنى ذلك لأن العلاقة هنا لحظه علاقة عكسية ولكن السلعتين بديلتين إحنا قلنا بالسلعتين للبديلتين يجب أن تكون العلاقة ترضية طيب هلأ عجل تكون السلعة ضرورية إذا أدت الزيادة في الدخل إلى زيادة أكبر منها في الطلب صح أم خطأ نتبقوا ما معنى أنه زيادة الدخل تؤدي لزيادة أكبر منها في الطلب هذا يعني بأن الطلب على السلعة هو طلب مرن بالنسبة للدخل ولكن نحن إنه بالسلعة الضرورية الطلب غير مرن بينما بالسلعة الكمالية الطلب مرن هذا يعني تكون السلعة ضرورية إذا أدت الزيادة في الدخل إلى زيادة أكبر منها في الطلب الإجابة الخاطئة لأنه نحن قلنا في السلعة الضرورية تكون مرونة الطلب هي مرونة ضعيفة تمام؟ قالتنا ليش رفضناها؟ اكتبوا معي هو الذي خربت كمة الزيادة تكون السلعة ضرورية إذا أدت الزيادة في الدخل إلى زيادة أكبر منها خطأ إذا أدت الزيادة في الدخل إلى زيادة أقل وبالعكس إذا أدى الانخفاض في الدخل تكون الانخفاض أقل منه لأن مرونة الطلب تعيشة فأنتقل إلى الخامسة يختلف مصموم التغير في الكمنية المطوبة عن مصموم التغير في الطلب صح أم خطأ إذا التغير في الكمنية المطلوبة يختلف عن التغير في الطلب لأنه يقول لنا أن التغير في الكمنية المطلوبة يظهر بيانياً على شكل حركي على منحنة الطلب من مصطة إلى أخرى بينما التغير في الطلب يظهر على شكل زياح المنحنة ككل إما يميناً في حال زيادة الطلب أو يساراً في حال انخفاض الطلب طبعاً المسببات أيضاً مختلفة الانتقال من نقطة إلى أخرى يحدث بفعل تغير سعر السلعة المدروسة فقط بينما المحددات الأخرى للطلب تثدف انزياح منحنة الطلب ككل أنتقل إلى ثابتاً اضفاع أتعار الدواء يؤدي زيادة الإنفاق الكل عليه هل هذا الأمر صحيح أم خاطئ؟ سمان براو إذن هو يؤدي إلى زيادة الإنفاق لماذا؟ لأن الطلب على الدواء هو ثلعة ضرورية الطلب عليها غير مرنة وبالتالي الإنفاق أو الإيراد يرتبط بالسعر بعلاقة ترضية فارتفاع السعر يؤدي لزيادة الإنفاق أو الإيراد وانخفاضه يؤدي إلى انخفاض الإنفاق أو الإيراد طيب أخيراً ارتفاع التعار الحلوى يؤدي لانخفاض الإنفاق الكل عليه صح أم خطأ؟ أيضاً صح لأن الحلوة هي طلعة كمالية فالطلب عليها هو طلب مرن وبالتالي الإنفاق يعاكس السعر ارتفاع السعر يؤدي لإخفاض الإنفاق والعكس صحيح طبعاً إجابات كلها موجودة لهذا السلايد في سؤال حول نظرية الطلاط في سؤال حول نظرية الطلاط طيب ننتقل إلى الفصل الرابع والخامس التي تتحدث عن نظرية الإنتاج وتوازن المنشأة سعر التوازن بالنسبة للمنشأة التي تعمل في السوق المناسبة الثامن تركوا سعر التوازن أي أن شرط التوازن محقق هل هو السعر الذي يغطي متوسط التكاليف المتغيرة الذي يغطي متوسط التكاليف الثابتة الذي يتساوى مع التكاليف الحدية أن يغطي التكاليف الكلية أول شيء أذكركم بأن دوماً الإيراد الوسطي يساوي السعر في جميع أنواع الأسواق وفي سوق المنافسة الثامن الإيراد الحدي يساوي الإيراد الوسطي ولكن عند التوازن فقط جميعون يساوي التكاليف الحدية لأن السوازن يشطر أن يكون الإيراد الحدي مساوياً للتكاليف الحدية وبالتالي عند التوازن الإرادة الحبية يساوي تكلفة الحبية يساوي الإرادة الوصدية يساوي السعر ربما نزالك شو صارت الإجابة الصحيحة؟ السعر ماذا يساوي؟ الإجابة ثلاثة إذن هنا عند التوازن السعر يتساوى مع التكلفة الحبية أما في النقاط الأخرى غير التوازنية السعر لا يتساوى مع التكلفة الحبية سننتقل إلى سؤال الاثنين منحن طلب المنشأة الواحدة التي تعمل في السوق المنافسة الثانية هل هو عديم المرونة ضعيف المرونة مرد نسبيا أم لنهاء المرونة انت absolutely هن منشأة الواحدة منحن الطلب عليها هل هو عديم المرونة هل هو ضعيف المرونة هل هو مرد نسبيا أم لأن نهاء المرونة فن جا Michab aid لو كنت يобщى marginalized السوق كل fooled لأنه يكون منحذر من أعلى إلى أسفل هذا هو منحنة دمان الطلب بينما بالنسبة للمنشأة طبعا هون يتحدد السعر التوازني الذي يفرض على المنشأة وبالتالي عند هذا السعر يكون منحنة الطلب على المنشأة يأخذ شكل قط أفقي لأن المنشأة تستطيع أن تبيع أي كمية عند هذا السعر بينما لا تستطيع أن تبيع أي كمية إذا قامت برفع السعر لوجود بدائل تامة لهذه السلعة وبالتالي الإجابة الصحيحة أن منحنة الطلب يكون لانهائي المروني أو يأخذ شكل خط أفقه تماما؟ طيب أنتقل إلى السؤال الثلاثة جميع ما يلي من خطائط المنافسة التامة مع عدد وجود عدد كبير من المنتجين حضرية الدخول والخروج من السوق ضخامة الإنفاق على الإعلام تحقيق أرباح اعتيادية في المدى البعيد شورة لكم إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة اللي يجاوبوا عنا زميناتكم اللي هي دخامة الإنفاق على الإعلام نقول لنا نحن الإنفاق على الإعلام يجعل السلعة متميزة وغير متجانسة وبالتالي لا يعرض من خطائط سوق المنافسة التامة أنتقل إلى السؤال الأربعة إذا بلغ الإيرادة الكلية 1500 ليرة من بيع 10 وحدات فإن الإيرادة المتوسط يساوي 150 مية 15 ألف أم 15 طبعاً الإيرادة المتوسط ماذا يساوي؟ الإيرادة المتوسط Average Revenue يساوي الإيرادة الكلي مقسوماً على عدد الوحدات المنتجة وبالتالي هو يساوي 1500 على 10 يساوي 150 ليرة سورية مجرد تصديق مباشر على القانون أنتقل إلى السؤال 5 إذا تغيرت كمية الإنتاج من 4 إلى 5 وحدات وترسب على ذلك تغير التكلفة الكلية من 200 إلى 300 ليرة فإن التكلفة الحدية ستكون 500 مية 50 أم 60 إذا التكلفة الحدية ستكون 100 لأننا قلنا التكلفة الحدية هي الفرق في التكلفة الكلية عندما يزباد الإنتاج بمقدار رحدة واحدة إذا هي 300 نائس 200 بيساوي 100 على 5 نائس 4 واحد إذا 100 على واحد بيساوي 100 والإيجابة الصحيحة هي الخيار الثاني السؤال 6 يقول إذا كان منحنة تكلفة الكلية المتوسطة أدنى من السعر فالمنشأة في سوق المنافسة الثامة تحقها ربح اقتصادي خسارة اقتصادية ربح عالي أم يضحق التوازن المنشأة ما رأيكم؟ طبعا نحن حكينا عن حالات التوازن بالنسبة للمنشأات التي تعمل في سوق المنافسة الثامنة إلنا هذا هو منحنة الإيراد الوسطي والحدي والسغر لتحديد وضع التوازن نرسم منحنة الإيراد منحنة بتكلفة الحدية نقطة التقاطع بينهما هي نقطة التوازن التي تحدد الحجم التوازني إلا نحن المنشأة تواجه ثلاث حالات بحسب توضع منحنة تكاليف المتوسطة إذا كان منحنة تكلفة المتوسطة أعلى من منحنة السعر هنا السعر وهذا التكلفة المتوسطة بالأخطار نقول أن المنشأة تحقق خسارة اقتصادية إذا كان المنحنة يمس المنحنة السعر أي أن المنشأة تحقق ربح عادي وربح الاقتصادي سفري وإذا كانت منحنة تكلفة المتوسطة أدنى من السعر هذا يعني أن المنشأة تحقق ربح اقتصادي سمع؟ إلا نحن هنا أمام أي حالة؟ إذن المنحنة تكلفة المتوسطة أدنى من السعر وبالتالي المنشأة تحقق ربحا اقتصادي إذن إلا دوماً على المدى المتوسط على المدى القصير المنشأات لا تستطيع أن تؤثر على السعر ولكن هي يمكن أن تؤثر على التكلفة وبالتالي توضع منحنة تكلفة بالنسبة للمنشأة هو الذي يحدد لها الوضع طبعاً التواجن مثل ما قالنا يمكن أن يتحقق عند تحقيق خسارة أو ربح أو ربح عادي ولكن المنشأة تكون في أفضل وضع إنتاجي ممكن إما مع تعظم الأبع أو تبنيات الخسائر فعندي سؤال أخير حول التوازن في السوق بفرض ثبات بقية العوامل إذا تعدت الظروف الطبيعية على تضاعف محصول التفصاح فإن المنحنة ينزح منحنة عرض التفصاح ينزح تفو اليمين التوازن يتحقق في السوق التفصاح عنده متوى أدنى من السعر التوازن طبعاً كمية توازنية للتفصاح تزداد دعونا نشوف نحنى عن كل ما سبب هذا هو منحنة demand منحنة supply منحنة supply منحنة supply منحنة منحنة supply لو ساعدت الظروف على تضاعف محصول التفصاح ما الذي سيحدث؟ تضاعف المحصول سيؤدي إلى انزح المنحنة باتجاه اليمين وبالتالي سننتقل من نقطة التوازن أولى إلى نقطة التوازن جديدة طيب عند هذه النقطة ما الذي سيحدث؟ نلاحظ بأن الكمية التوازنية والسعر التوازنية سيختلفان نلاحظ أن الكمية ستزداد وإلا نحن بأن الكمية تتبع للصلاف وتطبط به علاقة طردية أما السعر سينخفض لأنه يرتبط بالعرض بعلاقة عكسية إذن نلاحظ ينزح المنحنة عرض التفصاح نحو اليمين صح نزح المنحنة يمينا مع الانزياح اختلفت نقطة التوازن وانتقلنا إلى وضع توازن عند مستوى أدنى من السعر إذن انتقلنا من النقطة A إلى النقطة B اللي هو عند مستوى أدنى أيضا نلاحظ أن الكمية التوازنية من التفصاح تزداد وبالتالي الإجابة الصحيحة هي كل ما تبق تمام لهم في أي سؤال طبعا هيك نحن نكون انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم اللي أجرينا فيها مراجعة عامة حول كامل الفصول اللي تناولناها في الدراسة في أي سؤال حول أي فكرة وردت أو ممكن أنتوا عمقوا مغموط فيها طيب أنا بدي أتشكركم أتشكر الحضور الجميل للطلاب اللي هنا دفقوني على مدى 12 محاضرة خط بالشكر الحضور اليوم سيبا، أمل، لانا، يارا، بالإضافة إلى مقريك، شيماء، خالد، رواد، لانا، لوجين كلهم اللي كانوا عم يحضروا، ومايا اللي كانوا عم يحضروا دوماً بالمحاضرات السابقة طبعا بالنسبة للامتحان، بثمنى منكم نترسزوا كتير على المحاضرات السلايدات لوحدة غير كافية، رجعوا استمعوا مرة أخرى إلى المحاضرات، انتبهوا لكل تفصيل طبعا أكيد الامتحان هو مؤتمس بالكامل، ما في عندي أسئلة مقالية مثل ما أقول لكم، التركيز بشكل جيد على المحاضرة بيعطيكم إمكانية النجاح وبمعادلات مرتفعة إن شاء الله حاولوا دوماً بالامتحان تقرأوا السؤال بشكل جيد تأخذوا وقتكم بالإيجابة، لكن كمان أنه أتيلي المبتعة، ولا توقفوا كتير عن ذاتك ولا للأخير، ركزوا على كل تفصيل أنا ذكرته خلال المحاضرة لأنه ممكن يكون موضوع السؤال الامتحاني بالنسبة للوظيفة، مثل ما أقول لكم، أنا أضيف علامة الحضور كتكريم للطالب ولكن هذا لا يعني بأنني أحرم الطالب اللي ما تحضر من العلامة ممكن كتير وظائف لطلاب محاضرين تأخذ علامات مرتفعة جدا ولكن بالنسبة للطلاب اللي هنا تشاركوا في مجموعات، ممكن تختلف العلامة باختلاف الحضور لأنني بعد ما صلح أنا الوظيفة، أضيف بعض العلامات بحسب نسبة الحضور بالنسبة للطالب هل هناك أي سؤال تحبوا تسألوني؟ طبعا اللقاء المباشر الانلاين بيننا انتهى، ولكن العلاقة بيننا أو التواصل لم ينتهي، ندق على التواصل عبر الإيميل من هل لا نهاية إن شاء الله ما تقدموا الامتحان وإن شاء الله تكونوا جميعاً منها الناجحين طبعاً هيك انتهى، انتهت محاضرتنا لليوم اللي هي كانت المحاضرة 12 وانتهى اللقائي معكم بهذا الفصل بشكل أونلاين تتمنى أن يكون وفقت بتقديم المادة لألكم بطريقة سهلة، بطريقة مبسطة، بطريقة بتساعدكم على النجاح وإن شاء الله بعلامات ممتازة إن شاء الله ننتهي بمواد جديدة بالفصول القادمة، شكراً جزيلاً